السلام عليكم البنات كديرين لبس عليكم وتنتمنى تكونوا كاملين باخروا على الاخر يوم ان شاء الله البنات غاز نحضروا مع بزيتنا دليل مسمين في الفران تيجي سهل اقتصادي بزاف والاهم بانه تيجي مقرمش كيف موريتكم في الفيديو واخا كانت طاجيش بزاف الموامرة سمعتوا القرمشة غير تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر كيف ما قلت لكم غدي يكونوا المقادر اقتصاديين والطريقة ان شاء الله كيف ينجح معكم والسير باش يجيكم مقرمش ان شاء الله كيفاش تحتفظوا في المجمد ويلاعج بكم الفيديو من طبيعة الحل ما تنسوش تدعموني بلايك وبارتاج الفيديو فاول حاجة غدي نحتاجوا للطحين المسمد اللي تحتاجوا ليه 300 جرام اللي هو الفينو و300 جرام الطحين بيض تنغرب لهم من طبيعة الحل وتنجرهم في واحد الكسرية تنضيفوا قريصة نتعت الملحة اولا على حسب الطوق كيس نتع الخميرات الحلويات من وزن 7 جرام جوش تلمع الققبار انتوع لخل فهدوهم المكوينات سوف يتنجمعوا كل شي بالماء يا اما دافية اولا لما باردة البنات ولكن من الاحسن جو دابة برد بزاف من الاحسن اللي لا دافية هكا واحد شوية سوف تنخلطوا دك الطحين المسمد مع الطحين اللي بيض وثانا نبدو نضيفه في الماء بشوي بشوي حتي تتجمع العجين تانا اللي عندو من طبيعة الحل عجانة را غدي يدلكو في العجانة اللي ما عندوش غدي تعطيوه دليكم مزيان حتي تدلك البنات وارطب معكم العجين هنا يدلكتو غير فق البوتاجر كيف ما تتشوفو من بعد ما دلكتو مزيان حتي ولا ارتب خديتو قسمتو لحظة لطناش الكويرة بنسبة 300 غرام الطحين في فينو و300 غرام الطحين البيض اللي 600 غرام في المجموع تتخرج لنا 12 المسمنة تقطعوهم بالنسبة للكويرات عينيكم ميزانكم واللي بغاك يخدم الكليان او اللي يخدمهم الشي حد او اللي غير لدارو ويجيوا هكا كامل ينقياس واحد من الافضل ديرو الميزان عينيه ميزاني سوفو تنبدأ تنشكل في في الكويرات بالنسبة اللي ما بغادش تلك العجين راه غادي تجمعو وغادي تدروا من طبعه الحلف في بواطا تندينوها بزويتا وترميو فيها العجين متاعنا وتنخليوها تقريبا واحد ساعتين ترجعو تنجبدو وتنقسموها كويرات رات يكون تدلك الراس والبنات بحلي تتعطي واحد الناتجة بحلي يدلكناه واللي عزيزة لها تدلك هاد يدلكو هالبنات هكا تتعطي يدلك مزيان صافي المهم تناخد تندهن سطح العمل بزويتا وتندهن هادو كتناش الكويرانتاعي بالزيت وتنغلفوهم بلاستيكا تنغلفوهم بزيان بلاستيكا كباش ما ينشفش لهم الواجهين تعهم وتنخليوهم تيرتاحو تقريبا واحد ثلاثين دقيقة من بعد نجيبو اول كورا اللي خدمنا تندهنو دائما سطح العمل غير بالزيت ومن بعد نجيب الزبدة انتع تطورق مدوبة تنضيف عليها شوية زيت نباتية وتندوبو ما كفوق العفية تنخليها حتى تدفى وتندوز دان بدا نخدم بها تنجيب الكويرانتاعي اللولا تندهن بزويتها سطح العمل وتنبدا نطرق فاديك الكويرا اكا يلا خلينا الكويرا ترتاحو معانا واحد الساعة لبنات مغلفين بلاستيكا را ضغيات يتلقو لنا المهم باش يجيكم المسمن تاعكم مورق ورقة فوق ورقة البنات ضروري تعتوها الخاطر فهاد الولادة ضروري الكويرانتاعكم تطرقوها مزيان حتى تبانا الرخامة البنات تبدي تتباليكم الرخامة عادة نجيبو الزبدة والزيت اللي مخلطين مع بعدياتهم وتنبدو تندهنو في الدائرة تعتنان تعت العاجين مزيان من الجوانبو من الوسط وتنطويوها على شكل مسمنا عادية البنات منين تنطويوها على شكل مستطل تنعاودو ندهنوها بالزبدة والزيت باش هكا تتساعدها هديك الزبدة منتعت الطريق باش تتورق لينا منين تندخلوها على الفرن وتتقرمش لينا العاجين تعاني البنات سوف بنفس الطريقة باش تنخدم الكويرات كاملين حتى تنساليهم المهم حتى تنسالي راتيكونو هما نشفت عليهم هديك الزبدة او لبردت عليهم هديك الزبدة وشدو ريوسهم هكا باش تسهل علينا نتلقوهم يجيرو في واحد البلاتو ودخلوهم للتلاجة لبنات قريبا واحد عشرة دقيق هكا باش تشد عليهم الزبدة ووتي سهل علينا نخدمو هم ما تيبقوش تدلقو لينو صافي تنبدا نطلق فاديو كل مربعات نتوها همتان تلقوهم مش مزيانة البنات هير واحد شوية هكا الجيد لي بيجينا مسمنا تكون زويننو سوف نتلقوها من الجوانب ومن الوسط من البعد نجيبو اما الجرارة او لاكاش يموس وتنقطعو في النص انتاع المسمى من رمود تحف الصورة لبنات تنقطعو في النص انتاعو ما تنضربوش حتى الاخيرة غير تنقطعو هير النص انتاعو المهم رمود تحف الصورة وتنجيبو جبن هنا اي جبن عندكم خدموا به مالافضل انا تنفض طلال بناتك كجبلي صراحة تيجي زوين عدا ماشي مشي اشعر لما ورتكو مش قاعلو انتوش المهم تيجي زوين تيجي الماداق نتاعو صراحة زوين بغيتو تخدمو غير بالجوبل الموت اللتي لعندكم خدمو به ماشي مشكل سافتا ندير واحد الكميات الجوبل اللي تكون معقولة وتنطوي بهذا الشكل هادا كيفما موضح في الصورة سافتا نطوي بهذا الشكل هادا تنحاول نقده لما كانتش مقده مربع البنات تنحاول نقده بش تجي زوين المسمنات بالنسبة للمسمنات ما تنطرقوها موالو وتنحطوها في الطوا هادي تقولوا هادا جي غليضة ما هادا جيش غليضة بلعكزها البنتيج ومورقين وزوينين هادي نوريهم لكم في اخر الفيديو سافتا بنفس الشكل ترقت المسمنات كاملين توعي هاكا من الافضلين يلا خدمتو كمية كتير ترقوهم كاملين فوق البوتاجر وقتعوهم عمروهم بجبن وبدو تطويه في مرة واحدة سافتا بدو نطويهم بالنسبة لها دوك الججره باقي ما رتحتش لي العجينة كيف ما تتشوفو تتمشي معاي هودشي المواهم هنا ياخدي تطاوا دهنتها بزويتا او لا موكين تدهنوها بزويتا او لا موكين تدهنوها بزويتا انتع تطريقي لشاطلكم هذه كنية باش خدمتو سافو تنحطو متن بسعوهم على بعض زياتو حنت باقي تدخلو الفرن على البنت وتتنفخو وتكبرو على عقب تنجيب هنا يا صفر البيض تنضف لي واحد شوية تع سلسط السوجة وخاعد المسمنات تيكونو ملحين حلوين متخافوش من السلسط السوجة را ما تتبنشى البنت تتعطينا غير اللون ما بغيتوش تدرها غادي تديرو صفر البيض وغادي تديرو شوية تعال الفاني ولا شوية تعال الحليب المهم او لا تتلقو صفر البيض غير بالماء علش درت انا سلسط السوجة باش راكتي كفيني صفر بيضة واحدة صفويتا بدا ندهن في المسمنتاعي من الجوانيب ومن كل شي دابا تنكونش على الفرن بالنسبة للفرن القزرة تنشعلو حتى يسخون مزيان تنشعل عليهم فقط لتحتها البنات تندخلهم وتنقص عليهم العافية باش يجيكم مقرمشين فهذا وصير على البنات تنمهلو العافية وتنخليوهم يطيبوا على خطرهم من الأفضلقة عقب السعوطة والفوق البنات ومهلو الفرن وخليوهم نساوهم في الفرن لا تنساوهم ثاني حتى تنساوهم ثاني حتى تنساوهم في الفرن لا البنات المهمة تنساوهم واحد شوية منين تنساوهم ثاني حلو رتيبانو لينا ووقفو من تحت وتحمرو عاد باش تنشعلو ليهم من الفوق على عافية مهيلة وتنخليوهم يتحمرو وفي نفس الوقت تتقرم شوية البنات من الفوق صافي منين تنخرجوهم مباشرة تندهنوهم بالعسل اي عسل المهم تيكون عندكم وتنزوقوهم اما بكوكاو كاسي محمار او للوز كاسي او لإفلي المهم اللي عندكم صراحة تيتوتج بن مع العسل مع كوكاو تيجو زوينين صراحة تيجو مالحين وحلوين بالنسبة لي بيحتفظوهم في المجمد راتا طيبوهم البنات وتتحتفظو بهم منين تتبغيوهم راتاج بدوهم هي تتلقو تدخلو من فرن تيسخنو تيخرجو كأنكم يالله طيبطوهم تيبقو مقرمشين تيبقو زوينين فهذا وشك انتا عوما البنات غادي نوريكم هنا اذا نقسم معكم واحدة بش تشوفو الطرق انتا عام تشوفو كيفش تجي عامرة بشبنت يجي الماداق انتا عاصر صراحة زوين مقرمشين من العلبرة مورقين من الداخل تنتمنا في علانة البنات جربون وتصفتو ليات اتفاقات انتا عكم وفصحة وراحة